بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيد الخلق بالقاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يملقياه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم مشاهدنا الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة في حلقة هذا المساء نتوقف عند تأصيل شرعي لعلاقة المسلمين بغير المسلمين كيف نظمت وعالجت الشريعة الإسلامية علاقة المسلمين بغيرهم ما هي أسس هذه العلاقة التي تبنى عليها ما هي أنواع وأصناف غير المسلمين وهل الحكم في التعامل مع كل الأصناف على حد سواء أم أن الأمر مختلف بين الذمي والمستأمن والمعاهد والمحارب وغير ذلك من هذه التسميات والمصطلحات هل التعامل في حالة السلم والحرب هو ذاته؟ ماذا عن بعض النماذج المعاصرة من تعاملات نراها في واقعنا المعاصر بين أنظمة لدول إسلامية وبين غير المسلمين وبين أعداء المسلمين بين مزدوجين سنفصل في هذا الموضوع من خلال سعادتنا باستضافة فضيلة شيخنا الدكتور العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء نسعد به ضيفا عزيزا في هذا المساء فضيلة شيخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم وأهلا بكم معنا فضيلة الدكتور ونبدأ متسائلين حول ما نظمته الشريعة الإسلامية من أسس بنيت عليها هذه العلاقة علاقة المسلمين بغير المسلمين سواء كان الأمر داخل المجتمع الواحد أو ما بين الدولة الإسلامية وغيرها من الكينات والمجموعات والدول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليدعو الخلائق جميعا عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم وأحمرهم إلى دين الله سبحانه وتعالى الذي كان كل الأديان أعدادا له وختم الله به دياناته وخطابه إلى أهل الأرض وجعله مهيمنا على الديانات كلها وناسقا لما سبقا ومصدقا لما بين يديه من الحق وأنزله في هذا الكتاب المبين الذي هو حمل الله المتين وصراطه المستقيم تولى الله حفظه بنفسه وجعله حجة قائمة على الثقلين الإنس والجن إلى يوم القيامة وهذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجهة إلى الإنس والجن إلى سكان الأرض جميعا فكل من بلغته هذه الدعوة فإنه قامت عليه الحجة لله ولذلك صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا رسلاني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله الناع وقد قال الله تعالى من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وبين الله سبحانه وتعالى أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو آمن بكل الرسول ولو آمن بكل الكتب فهو كافر عند الله تعالى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فلذلك الدين منذ بعد الله محمد صلى الله عليه وسلم عند الله واحد ولا يقبل تعدده عند الله ولا ينجي صاحبه من النار إلا إذا آمن بهذا النبي الكريم واتبع ما جاء به من عند الله عقيدة وشريعة وهذا الدين الخاتم المهيمن وعلى كل الديانات جعل الله رحمة للعالمين وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وقال وما أصلناك إلا رحمة للعالمين وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد صح في صحيح مسلم من حديثه أياضي من أحمالي المجاشئي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك فقد بعثه الله رحمة للعباد ورحم الله به قاليني بعد أن نظر إليهم بعين غضبه وسخطه غير بقايا من أهل الكتاب نظر إليهم بعين رحمته فأرسل إليهم هذا الرسول هاديا إلى ملته المرضية عنده ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن لدينا في هذا الدين عقيدة وشريعة فعقيدته مقتضية لإيمان بالله ورسوله وكتوبه ورسوله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشربه وأساس هذه العقيدة مندرج في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فلا يمكن أن يكون إنسان مؤمنا إلا بجمع هاتين الشهادتين فإذا شهد أن لا إله إلا الله لم يشهد أنه محمد رسول الله فلا إيمان له ولا ينفعه عقيدته ولا تكبرونه أعماله ولا يدخل الجنة بذلك أما في الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى شرع للعباد أحكاما ونظما وشرع لهم أخلاقا وقيما وشرع لهم ما يعاملون به ربهم من العبادات وما يتعاملون به ما بينهم من المعاملات وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ونطفه حتى لو كان الإنسان كافرا من الناحية العقدية فإن له معاملة من الناحية الشرعية بحسب وضعه وحاله ولذلك فالكفار بعد بئذة محمد صلى الله عليه وسلم هم كل من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ولا يهمنا هل كان متشبثا بديانة سماوية أو بديانة أرضية أو لم يكن متشبثا بديانة أو كان ملحدا لا يرى الدين ضروريا في حياة الناس فكل أولئك سواء ففي الحديث كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يظنون أن لهم شفوقا على المشركين حتى نزلت سورة البينة وفيها يقول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين في هؤلاء كهم شروا البريجة فقال أبو بكني الصديق استوت أكتافهم رب الكعبة فلا فرق بين الكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن المشركين واللا دينيين وبين الكافر به من أهل الكتب السماوية ومن أصحاب الديانات التي أصلها منزلوا من السماع فكلهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم كفر لله سبحانه وتعالى ولكل رسوله فتكذب رسول ماحد هو تكذب لكل الرسول كما قال الله تعالى كذبت قوم نوحي المرسلين وقال تعالى كذبت عادل المرسلين وقال تعالى كذبت ثمود المرسلين فكل من كذب نبيا واحدا فقد كذب المرسلين جميعا وعلى هذا ناحية العقدية مفتضية أنه لا برق بينهم جميعا كفار وهم في الآخرة سواء فقط التفريق بين من كان يوهر الإسلام ويبطل الكفر وهم المنافقون فإنهم في الآخرة شر من الكفار الذين أظهروا الكفر وهم تحتهم مستوى في الآخرة كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصير أما في الحياة الدنيا فالتعامل مختلف في المنافقون في الدنيا إذا لم يظهروا كفرهم ولم يطلع عليه إلا بما لا يمكن إثباته لدى القاضي فإنهم معاملون معاملة المسلمين ينكحون وينكحون إليهم ويورثون ويورثون منهم وهكذا وتعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق وكذلك غيروا ناطقين بالإسلام من الديانات الأخرى إذا كانوا من رعاية الدولة الإسلامية ودخلوا تحت حكم الإسلام وأدعنوا لحكمه وامتنعوا من الدخول في دينه فإنهم قررون على دياناتهم أيا كانت تلك الديانات ويكونون من رعاية الدولة ومن مواطنيها فتجبوا حمايتهم ورعايتهم على الدولة وتوفيروا كل ما يحتاجون إليهم من عيش كريم ومن تعليم ومن دعوة ومن إرشاد ومن إصلاح ومن حماية استقرار ومن توظيف وغير ذلك مما يستحقه مواطن الدولة جميعا فالمواطنون من النصارى أو من المشركين أو من المجوس أو من اللادينيين أو من البوذيين وغيرهم إذا كانوا من رعاية الدولة الإسلامية وأقروا بقانونها ولم يخالفوه ولكنهم لم يقبلوا الدخول بهذا الدين فإنهم يقررون على ديانتهم المحرفة المبدلة على ديانتهم التي لا تنفعهم في الآخرة ولكن فإنهم يقررون على أنهم من رعاية الدولة الإسلامية لهم ما للمواطنين وعليهم ما على المواطنين ويستحقون حقوقا بيّنها الشرع فقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار المؤمن له حقان والجار الكافر له حق وكذلك يعادوا ويتصدقوا على فقرائهم وفي كل ذي كبد حراء أجر وفي كل ذي كبد رطبة أجر ويمكنوا الوصية لهم وتعالجوا الدولة مرضاهم وتعلمهم وتقوموا على فقرائهم ويربى إتامهم وتحرسوا التجار المزالعهم ومصالحهم وترعى وتقوم الدولة على حماية ذلك كله وهؤلاء هم من رعاية الدولة ويشملهم باسم المواطنين وهم ينعمون بخيرات الدولة في الدنيا ولكنهم لا ينفعهم شيء من دينهم بالآخرة أما القسم الثاني فهم المعاهدون الذين بينهم وبين المسلمين عهد لا يحاربوننا ولا نحاربهم وهؤلاء لهم حق ما اجتمل عليه الصلح معهم فإن تضمن العقد دخولهم إلى بلاد الإسلام وبيع تجاراتهم كان لهم ذلك ولا يحل التعرض لهم بسوء وقد صح في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ولهم الحماية والرعاية التي تضمنها العقد وهذا العقد سواء كانت الدولة عقدته أو عقده أي مواطن من رعاياها فإنه ماضي والمسلمون يقوم بذنبتهم أدناهم ولو أن مواطنا من مواطن الدولة من غير المسلمين أعطى العهد لكافر من غير رعايا الدولة وظن أنه من المسلمين فأقبل منه العهد ودخلك العهد فإنه لا يحل التعرض له لأنه دخل على أماء وكذلك لو أن أحد رعاية الدولة الإسلامية من المسلمين مذل أن كلم بكلام لا يفهمه وظن الكافر أنه يؤمنه ويعطيه الأماء فقد انعقد له عقد الأمان ولا يعني أنه التعرض له والقسم الثالث فهم الكفار المحاربون الذين يحاربون المسلمون ليسوا من رعاية الدولة ولا بيننا وبينهم عهد وهؤلاء يسمون بالكفار الحربيين ويدخلون في أمة الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمعوذون إليهم ويجب تبلغ رسالة إليهم فإن استجابوا لها أو لم يناكفوا ولم يقاتلوا المسلمين ولم يمنعوا أحدا من الدخول فيه ولم يفتنوا أحدا فلأصل في العلاقة معهم السلم وعدم الحرب وعدم التعرض لهم لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله مقسطين وأما الذين حاربوا المسلمين وفتنوا الناس عن دينهم ومنعوا من أراد الدخول في الإسلام من أنظمة الكفار والمستبدين من حكامهم فأولئك إذا وقفوا في وجه هذا الدين وفتنوا أهله واعتدوا عليهم فيجب ردوا ويجبوا قتالهم هذا الذي شرع له الجهاد بسبب الله وقد قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا لجزية عن يدنهم صاغرون وقال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور ورحيم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ما يكون الدين لله فإن انتهوا ولا عدوانا إلا على الظالمين وإذا اعتدوا على المسلمين فأسروا أو قتلوا أو احتلوا أرضا من أراضي المسلمين أيًا كانت ولو كانت شهدا وجبع للمسلمين قتالهم وجهادهم وهذا حكم محكم ماضي مستمر إلى قيام الساعة لا ينقضه جور جائر ولا عدو عاد وحينئذ يقاتلون لتحرير الأرض وتحرير الأسرى ولانتزاع ما أخذوا من أملاك المسلمين وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قاتلته العرب قاتل من قاتله وخلص منهم من لديهم من الأسرى وما أخذوا من أموال المسلمين وأخذ منهم الغنائم فوزعها بين الذين أخذت أموالهم وأخرجوا من ديالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقام بالقسط والعدل إليهم ودعاهم إلى الإسلام ومن أسلم منهم كان له ما لنا وعليه ما علنا ومن امتنع عن ذلك فإنه إذا قتل فهو عندما تضع الحرب وأزارها إما أن يكون أسيرا لدى المسلمين فحينئذ إما الفداء وإما المن فالفداء أن يطلب منه الفداء بمال أو بمفاداته بأسير آخر أو بأسرى آخرين أو المن أن يمنى عليه المسلمون وأن يطلقوا سراحه لأنهم لم يعودوا يخابون من بأسه والجهاد إنما شرع لقطع بأسه ورفضه وإذا أؤمن بالكلية فإن ذلك مختط لمن يكون الحكم دائرا مع عائدته وبهذا يعلم أن الكفار في المجال الأخروي على أربعة أقسام لأنه يدخل في إطاقهم المنافقون وفي المجال الدنيوي على ثلاثة أقسام من هم من رعاية الدولة وهم البيون ومن هم المحاهدون ومن هم المعاربون